ارتفاع على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت وعودتها لمعدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام لتكون الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا درجات الحرارة الليلية غدا تكون بمشيئة الله أعلى من هذه الليلة وتبدأ درجات الحرارة الليلية بالارتفاع تدريجيا خيال الأيام القادمة وايضا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الست لتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة باردة نسبيا في ساعات النهار وباردة في ساعات الليل ولكن تبقى الأجواء مستقرة ومشمسة في معظم المناطق أما في هذه الليلة وفي تحديدا في العاصمة عمان أجواء باردة جدا درجات الحرارة تصل إلى 4 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 5 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الجمعة والسبت والأحد ارتفاع تدريجي كما ذكرنا سابقا من 11 إلى 13 وحتى نصل إلى 15 درجة مئوية في نهار يوم الأحد أيضا درجات الحرارة الليلية ارتفاع بسيط عليها ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية خلال نهار السبت خلال الليل السبت والأحد بمشيئة الله ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في إربد من 15 إلى 8 درجات في المفرق من 14 إلى 6 درجات في جرش من 15 إلى 7 درجات في عجلون من 13 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء في العاصمة عمان 11 إلى 5 درجات في الزرقاء 14 إلى 6 درجات في البلقاء 12 إلى 6 مادبة 13 إلى 6 درجات أيضا وفي البحر الميت من 22 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرك 13 إلى 6 طفيل 11 إلى 6 درجات معان من 13 إلى درجتين في جبال الشراء من 9 إلى 3 درجات وفي العقبة أجوال الطيفة من 22 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء وأخيراً في المناطق الشرقية 15 إلى 4 في الويشد في الصفاوي 15 إلى 6 و16 إلى 6 أيضاً في الأزرق ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع تكون مليئة بالسعادة والخير إلى أن نلتقي في نشرات قادمة تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعاً في المملكة لخدمتكم